واليوم ختم صباح ثالث أيام العيد رح بيكون مع صوت قدر يلمع من الصغر فكان حاضر بكل المناسبات وموجود على مسارح المواهب الغنائية بمرحلة الطفولة وبعام 2013 كانت البداية لأحتراف الغناء وللحضور على أهم المسارح فكانت أغنية كيفك حبيبي مفتاح الانتشار الفنان جود أدلبي وتجربة غنائية شابة رح نتعرف علي ضمن مساحتنا الصباحية وأيضا رح يرافق الموسيقي وسيم شندوبة صباح الخير وكل عام وكل خير سعاد صباحكم الخير صباح الخير لكم كل السعادة المشاهدين وطحا مبارك للجميع إن شاء الله أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيكم ضمن برنامجنا الصباحي صباحنا الغير جود حبينا نعرف بلشت وانت صغير كيف بلشت هالموهبة عندك وشغفك للغناء أنا من الظغر لاحظوا علي أهلي اهتمامي بالموسيقى كتير فأنا شغفي عطول كان اهتمام بالموسيقى والغناء كنت عطول أنا وظهر تطلع الدعايات التلفزيونية الأصيرة كنت أحفظ الدعايات وأدية فلاحظوا علي أنه فيه اهتمام عندي بالغناء وبهل مرحلة الطفولة كنت عطول انتهز الفرصة لحتى شارك بأي مناسبة إن كانت ميلاد أو غيرها للعائلة للمقربين وخلال مرحلة الطفولة بذكر لها شارك كمان بمسرحية اسم أهل الطفولة لها قديت فيها مقاطع ميلاد شهيرة كمان كنت ماشي بالمشوار بالمراحل الدراسية كافة مرحلة ابتدائية والإعدادية كنت عطول شارك بالأنشطات اللاضية ورحلات ترفيهية وأدي الأغاني الزبلائي والحمد لله لاقي تشجيع منهم وكل محيط حولي يقول لي لازم أنت تكمل وتعمل شيء فطول هالفترة الدراسية كنت عم حاول أظهر موهبتي بأي شكل إن كان بأي ملتأة بأي يعني بأي بأي فيه نقول يعني بأي حالة تطلب أني أقدم موهبتي شو بنا نسمع جود هلا هيك بداية يالله نسمع كيفك حبيبي اي تفضل يالله يالله كيف السماء بعد على شفافك بعد القامة بينا مع كتافك بعد الشمس بتبوس طرافك بعدك نائم أصل متل شامك كيفك حبيبي كيفك حبيبي كيفك حبيبي كيفك حبيبي كيف يا أنا بعدك لها اللقمة المكاينة بعد الطفل نظرتك باين كلك وفا وباقل وفا خاين حبك وصل وكتوب عقصان كيفك حبيبي كيفك حبيبي كيفك حبيبي كيف يا أنا شكراً واسيم واسلم هالطوط جود يعني كيفك حبيبي كانت البداية لانطلاقتك خبرنا عنا شوي هالغنية كيف اخترتها ومين ساعدك فيها ومن لحنة ومن كتب كلماتها على بعد المرحلة الدراسية الجامعية أنا حبيت أني كمل هالمجال لكن مو بس تقديم موهبة باحتراف كنت عم حاول عطول دور على سنجل اظهر فيه للناس وقدم موهبتي بس بشكل احترافي فصديقي الموزع الموسيقى تامر الزين بوجهه تحية سمعني كلام ولحن كيفك حبيبي كلمات وألحان ساز محمود إدريس فأول ما سمعت حبيتها جدا وحبيت لقيت حالي فيها فعطول سجلتها بوقت قصير وطرحتها في 2013 والحمد لله لقيت صدى كتير إيجابي وحلي ورغم من الظروف صعبة اللي كانت عم تنبرر فيها البلاء لكن الحمد لله لقيت صدى إيجابي جيد جدا كمان أخذتها كذا جهة ميديا وأخذوها كذا راديو كمان وبنفس الوقت نزلت على طبعات خارج سوريا توزعت بي لبنان ومصر فكانت كبداية الحمد لله شيء يعني إيجابي جدا جدا الحمد لله يعني وشا خير علي فأبي أقول الحمد لله تمام رح ننتقل لعقلك وسيم وعم نشوفك كيف عم ترافق صوته لجود باللحن الراية الناعم كيف يعني كيف بدأت أنت وجود وكيف انسجمت معه دائما الموسيقي لازم يكون في بين الصوت تبع المطرب وبينه في انصجام روحي ليقدر هو يعطيه اللحن على حسب التون تبع صوته نحكي له شوي هلا أول شي جود من الناس اللي عندهم طموح الطموح هاته هو اللي شجعني أني يستمر تستمر معه ودائما أنت مرافقه بكل مثلا اغلب الحفلات اغلب الحفلات اغلب الحفلات تمام جود من بعد كيفك حبيبي وين صرت كيف كملت المشوار بعد كيفك حبيبي فتح لي المجال أني شارك بمجال احتراف على مستوى حفلات كبيرة ومهرجانات فشاركت بالعديد من المهرجانات كان أهم مهرجان أفراح سوريا مهرجان أفراح سوريا كان هو شيء إيجابي جدا بالنسبة لي كونه كان هذا المهرجان بيصلت الضوء على المواهب الشابة فقدرت من خلاله أقدم موهبتي وتجاوز المرحلتين كانوا مرحلة أولية ومرحلة متقدمة فكان هذا المهرجان إيجابي جدا نحن للمواهب الشابة أنه صلتوا الضوء على كل شاب بموهبته شو هو بيتميز شو موهبته فأنا كنت عن فئة الأغنية الشبابية السريعة والحمد لله جاوزتهم بنجاح المرحلتين الحمد لله إن شاء الله دائما بتجاوز جميع المراحل بنجاح كان إليك وقفة لأغنية وطنية يمكن كانت ضمن هيدا الفترة تسمعنا الشيء؟ يلا أوكي كورتبا 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 أنت سوري والبلادي أحلى بلاد مهما قلته ومهما حكيت ما بتكفي بوصفة أمجاب سوري وما حدا قدي اسمي عنوان التحدي ع الوفا والعزم متربي ما في قوة بتكسرني سوري وما حدا قدي اسمي عنوان تحدي ع الوفا والعزم متربي ما في قوة بتكسرني دم رجالك عزمة الطالة شامسة عنك مغابي سوري وما حدا قدي اسمي عنوان تحدي ع الوفا والعزم متربي ما في قوة بتكسرني ع اللي راسك يسلم هالصوت وشكرا لها العزف الجميل وسيمة يعني الأغنية الوطنية بتختلف فيها هيك روح ونبض يمكن بالقلب بيقوة قديش بتحس انت وقت قدمتها الغنية هي فيها اختلاف طبعا عن الأغنية اللي سبقتها وقديش فيه لمسة خاصة بيكون فيها أكيد الأغاني الوطنية بيكون نابعة من شغف حبك للبلد وقديش انتمائك له فعالطول بيكون فيها كل شيء فيض مشاعر تجاه الوطن والحمد لله نحن على خلوص من الأزمة فأنا لما حضرت الأغنية حضرتها بحب كبير أنا صح حضرتها بوقت سابق لكن لقيت أنه أنسى بوقت اللي طرح فيها يكون بهالوقت هذا مؤخرا بعد انتصارات الكبيرة لجيشنا الباسي فكانت الغنية الحمد لله انطرحت وإلى صدى كتير إيجابي بالتشاور مع الأستاذ وسيم تشاورنا إياه أنه نحن نروج للأغنية كبرومو بحيث تاخد انتشار أكبر الحمد لله لو تواصلت مع أكتر من جهة ميديان بحيث نترجم كلام الأغنية للغة الإنجليزية والفرنسية وشعن نحن نورجي للعالم كلنا ونحن رسالتنا رسالة سامية ورسالة إنسانية عالية وشوفوا بلدنا قديشها حلوة بمحبة سوريين وإرادتهم بانتظارات جيشنا الباسي أكيد شي مهم أنه يتم نقل رسالة الفن لكل العالم وبصوصي بهذه الفكرة التي طرحتها وبصوصي أن تترجم لجميع اللغات لأنه دائما في نظرة مختلفة عن الواقع اللي نحن عم نعيش ومثل ما منعرف حضرتك دارس هندسة اتصالات كأكاديمية دارس هندسة اتصالات ولكن عندك شغفة حب للغناء كيف كنت توفق بينهوتهم؟ وهل كان الشغف وحبك للغناء هو يدافع لها؟ تخلص أنت من دراستك بسرعة؟ يعني فيك تقولي هيك شي فأنا لما وصلت المرحلة الجامعية فكنت حابب تدرس موسيقى فأهلي قالوا له عميل شهادة وأنت خليك ماشي من المسار الموسيقي كيف ما بتحب؟ فأنا ما عارضتون أخد شهادة عليا الحمدلله وبنفس الوقت توازنت بالمسار الموسيقي فانتسبت فرقة الجامعة الموسيقية وتم قبولي كفوكال لجامعة مغني للجامعة كان هذا الشيء كير إجابي إلي وعملت حفلات بإسم الجامعة داخر الجامعة وخارج الجامعة فأنا الموهبة وازيت في المجال الدراسي ما بترك موهبتي أهدا بالعكس بحب عطول قدم أحسن ما عندي إن كنت مرحلة السقل الموهبة وبداية طريقية أو هلا بمرحلة الاحتراف قدم أفضل ما عندي وسيم ذكرنا جود أنه في هيكتشاركية مو بس بالغناء والعزف باختيار منحة الأغنية والترويج لألة كيف بتناسقوا مع بعض كون؟ وكيف يمكن بتقدم شوية نصائح لجود بمنحة الغناء؟ حلا الفكرة بالأصل هي فكرة جود فوقت اللي اقترح عليّ الفكرة أنا كان من عندي الألحان نوعا ما والفكرة بالتسجيل حلا اليوم غالبيت السوشيال ميديا عم يشتغلوا على التسجيل اللايف ضمن استوديو فهي تكلفتها جدا بسيطة فهلت له أنا بما أنا غنية وطنية ومش هنتاخد عليّ نتيجة يعني اليوم غالب الأغاني اللي عم تتسجّل فهي تتسجّل هذا من ضعف التسجيل ضعف الإمكانيات المادية لبعض المطربين فهلت له إذا تكلفت عليّ وطلعت شيء غير تماما يعني أنه ممكن يستفيد منها تماما يعني بدنا نصبّح على كل المشاهدين اللي هلّا عم يسمعوا صوتك وعم يسمعوا أيضا الألحان الجميلة شو بدك تصبّح عليّون؟ غالبا يلا من رنّي فاغونا ياب كورت فاق موسيقى 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 يحلوي شعرك داريّ يرضى عليك لا تنسي بغار عليك إن الناس مات حتى ما تتغلغل فيه يا حلوة شعرك داري يرضى عليك لا تنسي بغار عليك إن الناس مات حتى ما تتغلغل فيه يا اللي شعرك شلالات يحكي للا وحكاياك وبقلبي زاد والقهار شتي قلبي ومرحمتي بغار عليك إن الناس مات حتى ما تتغلغل فيه شكرا يسلم هالصوت شكرا كتير لأقلعك يمكن هدول أغاني القديمة أو الكلاسيكية بيضل إلى هيك شي بقلبنا وبذاكرتنا وما بتبطل لقد ما طلع صيحات هيك جديدة وأغاني هيك يعني نازل شغلات جديدة كتير على الصحة يعني شوي هيك فيه دروبات عالية وقصص أي فالأغالي الكلاسيكية شو رأيك فيها أكيد بظل رائعة ونحنا كمان بنسمع أغنية كمان منكم بختام حوارنا لليوم لكن يعني يجود اليوم في مواهب شابة عم تكون فيه إبداع بصوتة وفن رائع خاصة المواهب السورية اليوم شو بحاجة هالمواهب أكيد لحتى تستمر وتنتشر بشكل أكبر لأي موهبة شابة بحاجة على طول لصقل بحاجة على طول لدعم موسيقي ملحوظ فبيكون فيه إلو تحضير جيد موسيقيا كمان تحضير لصوته تسجيل أغاني مميزة إلو كسنجل وأهم نقطة الخطوة الثانية هي الدعم التسويقي يعني أي موهبة بدون تسليط الضوء عليها ودعم لها ما تستمر لازم يكون فيه خطوة تانية هي الدعم التسويقي لي هو أهم من المرحلة الأولى حتى يقدر هالصوت ينتشر ينسمع للناس كلها فعطول أي موهبة مثل أي شيء بالحياة كلمة بسقلية أكتر وتضعب عليها أكتر كلمة تظهر أكتر وما شاء الله يعني بلدنا نحن مليئة جدا بالخامات والمواهب إن كان عم نسوى الكلام أو نسوى الشعر وتلحين موسيقيين فعطول نحن بنلتقى بشباب حابين أدموا موهبتهم وأدموا أفضل ما عندهم أنا من حوالي شهر ملحن أغنية لشاب عمره 16 سنة وعنده كلام عميء جدا بتقولي عمره 50 و 60 سنة يعني سوريا جدا مليئة بالمواهب فكله عم يجتهد ويحاول يقدم أفضل ما عنده ليدر يظهر ويصد في تحضيرات هلأ محضرة رود هيك ضمن شي مشروع جديد عام له فيك تحكيننا عنه؟ أكيد إن شاء الله أنا محضر مع الأستاذ واسيمة لسنجل جديد قريبا إن شاء الله حينزل بأول الشتاء بالإضافة أنا كمان إن شاء الله محضرين شي على مناسبة حرب الشريم قريبا إن شاء الله كمان أغنية وطنية إن شاء الله عندي المشاركة بمهرجان كمان مهرجان الخريف بسوريا وخارج سوريا وكمان عندي عدد من الحفلات إن شاء الله داخلوا القطر بشام ومحافظة نعم لك نحنا نتمنى لك كل التوفيق وقبل ما صبحنا بنسمع أغنية منكم يلا فعلا عجب صور نو شباكي نو شباكي نو شباكي نو شباكي نو شباكي كنت بقل لك كف بهواكي لكن ويني وانت وينك في مسافي بيني وبينك لعيني عم تلمح عينك ولا بحرك ما تطالوا شباكي لو شباكك عشباك غرفنا ويا قلبك فاي هالغرضي صار بدها نهاي وإن ما جيت لعندك جاي ما فيك تعيش بلاي ولا أنا عايش فلاكي لو شباكي عشباكي نحنا نتمنى لك الانتشار والاستمرار وضل تنور سماسوريا بأغاني رائعة ومبدعة نشكرك كمان وسيم له العصف الجميل شكرا كتير لو زودكم معنا اليوم بس دي اسمحيلي بأن بدي خص بالمعايدة أهلي وأمي خاصة واجلة تحية بلاك لامتي بخير بدي خص بالشكر كمان الأستاذ وسيم وعائلته الكريمة كمان أهله وولاده بدي خص بالشكر جدا جدا وعيد مبارك لأمهات الشهداء وإن شاء الله يا رب عيد مبارك عليه هون ويعني نحنا قدمنا لهم قدم شكرنا وأسنين عليهم ما منوفي جزء من جزء من اللي قدموه للبلاد وإن شاء الله سوريا بترجع متل ما كانت وإحسان بالشفاء العجل لكل المصافي إن شاء الله أيضا عائلتك وعائلتك واسيم إن شاء الله تنعاد عليكم بالصحة والبركة إن شاء الله بنشوفك بتألق وبنجاح نورته صباحنا وأضفته شي جميل عليك شكرا لكم